الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فلا يزال الحديث حول إعجاز القرآن حيث تكلمنا في لقاء سابق عن بعض نواحي الإعجاز أو أنواع الإعجاز في القرآن من خلال ما أورده الشيخ منع القطار رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن فتكلمنا عن الإعجاز اللغوي وبينا من خلال ما قرأنا وذكره أهل العلم أن الإعجاز اللغوي هو المظهر الأبرز وهو الإعجاز الأظهر في القرآن الكريم لأن هذا القرآن نزل على قوم كانوا يتقنون اللغة فكان أكثر إعجاز القرآن فيما يتعلق بالنواحي اللغوية من حيث الفصاحة والبلاغة وما اجتمل عليه من أنواع البيان والبديع والمعاني العظيمة التي لم يستطع أحد من العرب ولا أحد من الإنس والجن أن يأتي بمثله لأنه كلام الله جل وعلا ذكر العلماء وهذا هو الوجه الثاني أو النوع الثاني ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي والمقصود عندهم بالإعجاز العلمي وهذه مسائل أحببت التنبيه عليها قبل أن يعني نعلق على ما أورده الشيخ منا القطار رحمه الله أن الإعجاز العلمي نوع من أنواع الإعجاز كما يذكر المعتنون به والمهتمون به يتعلق بالعلوم التجريبية والمكتشفات الحديثة في العلوم الطبيعية المختلفة سواء كان فيما يتعلق بعلم الفلكة أو علم الأحياء أو ما شابه ذلك من العلوم التي يسمونها الآن بالعلوم أو بالنواحي العلمية مع أن وهذه مسألة مهمة وهي من المآخذ على هذا الإسم أن العلم الحقيقي هو في اللغة والشرع وهذه الأمور أيضا من العلم لكن لا ينبغي أن يطلق العلم عليها في يعني يظن البعض أن تلك الأمور التي ليست منها ليست بعلم لا هذا خطأ في الفهم ومع الأسف الشديد قد تكون هناك ممارسات متنوعة لتقرير هذا الأمر فكنا في السابقة أو في بعض مراحل التعليم يسمون المرحلة الثانوية يقسمونها إلى قسمين القسم الأدبي والقسم العلمي أو القسم الشرعي والقسم العلمي كأن الشرع ليس بعلم أو كأن علوم اللغة ليست بعلم هذا خطأ طبعا العلم أول ما يطلق عليه العلم هو العلم الشرعي وما يتعلق بالقرآن الكريم من اللغة وما أشبه ذلك لكن من باب يعني التمشي مع المصطلح فيغصدون بالإعجاز العلمي ما يكتشف من المكتشفات في العصور المتأخرة خاصة مع تطور التقنية ومع تطور الاكتشافات فتكتشف أشياء معينة تصل إلى ما يسمى بالحقيقة أو القضية المسلمة ويكون هناك في القرآن ما يدل عليها ويثبتها قبل أن يأتي هؤلاء بأدواتهم وما عندهم من الوسائل الحديثة فيكتشفوها مثل الحديث مثلا عن مراحل الجنين في بطن أمه أثناء الحمل أو ما يتعلق بعلوم الفلك أو أصل خلق السماوات والأرض وطريقة الرياح وما يتعلق بها وكيف أنها تلقح ورسلنا الرياح على واقع وأشياء كثيرة جدا موجودة في القرآن كل مرة وفي كل حين يكتشف العلماء أشياء عجيبة فعلا يكتشفونها الآن وقد ذكرت في القرآن قبل ذلك هذه يسمونها الإعجاز العلمي نقول تعليقا على هذا إن هذا في الحقيقة فيه يعني نوع من التجوز والتساهل في إطلاق هذه التسمية على هذه الأمور فأولا إذا كان المقصود هو أن القرآن أخبر عنها ثم وقعت فهذا يسمى عند المتقدمين أو عند العلماء سابقا بالإعجاز الغيبي حيث أخبر القرآن عن أمور غيبية ووقعات وإذا كان قصدهم هذه الأمور وهم يعني يعني يقصدون أنها بنفسها إعجاز فهي ليست بإعجاز من حيث أنها لا تدخل تحت طاقة البشر لأنهم اكتشفوها الآن وعرفوها فالمسألة هنا فيها نوع من التساهل في التسمية يمكن أن تطلق أو أن نذكر نوعا من أنواع الإعجاز في القرآن فيما يتعلق بالمكتشفات والإخبار عن الأمور الكونية والأمور التي يسمونها بالطبيعية هناك قضية يمكن أن يطلق عليها لفظ الإعجاز وهي هذه التي يمكن أن نطلق عليها لفظ الإعجاز بمعنى أنهم عاجزون عنها لا يستطيعون الإتيان بها وهذه القضية هي أن يخبر القرآن بقضية من القضايا أو بحقيقة معينة تتعلق بالكون أو بالإنسان ثم يعني لها معنى واضح التحدي هو أنه لا يمكن أن يثبت أحد خلاف ما أخبر عنه القرآن لا يمكن لأحد أن يثبت شيئا يخالف ما ورد في القرآن الكريم مثلا والشمس تجري لمستقر لها فالله سبحانه وتعالى هنا يخبر بأن الشمس تجري وواضح من معنى الآية أن الشمس تجري أي أنها تتحرك وتجري في مسار لها والشمس تجري لمستقر لها الإعجاز هنا نقول لا يمكن لأحد ولا لكل علماء البشر ولو كان الجن معهم كذلك أن يخالفوا هذه القضية أو أن يقرروا بأن الشمس لا تجري فلو اجتمعوا كلهم وقالوا الشمس لا تجري نقول لا كذبتم ولا يمكن أن يكون هذا لأن الله يقول والشمس تجري لمستقر لها ولذلك لا يمكن أن يكون هناك في المكتشفات الحديثة مهما تقدمت ما يكذب القرآن بل القرآن حقائق علمية إذا يعني اتضح معناها واللفظ يدل على هذا المعنى فهذا هو الإعجاز أن يخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء في كتابه بوضوح والدلالة قطعية وواضحة وبينة لا يمكن لأحد أن يثبت خلاف ذلك هذا ما يمكن أن نطلق عليه إعجاز علمي أما ما سوى ذلك فهو من باب إما من باب التفسير الذي يسمى التفسير العلمي الآيات أو الاكتشاف لأشياء أخبر عنها القرآن وهذا يدخل في الإعجاز الغيبي ثم ننبه مع ذلك إلى أن القرآن الكريم قد حث على التفكر والنظر والتأمل والسير في الأرض وماذا خلق الله سبحانه وتعالى فيها وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يعني القرآن مليء بهذه الأشياء وهي التي ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بها لا أن يركزوا فقط على أنه إذا جاء الغرب واكتشفوا شيء هل وجد في القرآن أو لا صحيح إذا اكتشف شيء ووجد في القرآن فإن هذا يزيدنا يقينا واطمئنا بالقرآن مع يقيننا بصدقه وأنه من عند الله لكنه شيء يعني يفرحنا ويفيدنا في وسائل الدعوة أننا ندعو هؤلاء ونقول هذا الذي ذكرتموه في القرآن الكريم أما أن يسمى هذا إعجاز فهذا نوع من يعني مما يمكن أن يقال بي أنه إعجاز غيبي أخبر عنه القرآن ثم اكتشف في أزمان متأخرة هذا أمر يعني ينبغي التنبيع عليه فيما يسمى بالإعجاز العلمي طبعا والكلام عن الإعجاز العلمي الآن يطول وقد ذكر العلماء كلاما طويلا فيه وهناك هيئة عالمية للإعجاز في القرآن والسنة ومن المناسب أن يرجع إلى موقعها في الشبكة المعلوماتية فقد ذكروا هناك تاريخ الإعجاز وضوابط وتكلموا عنه وعلى كل حال فقل من نبه على المسألة التي ذكرتها وهي أن الإعجاز في هذا الباب هو أن يخبر القرآن عن حقيقة علمية أو قضية تتعلق بعلوم الكون والطبيعة لا يمكن لأحد أن يقول بأن القرآن لم يوافق الواقع أو أن القرآن أخبر بخلاف ما اكتشفه العلم لا يمكن فإذا كان هناك اكتشاف وحقيقي فلا يمكن أن يتعارض معه في القرآن أبدا لأن كلام الله سبحانه وتعالى صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يعني هذا ما يمكن أن يقال باختصار في مسألة الإعجاز العلمي في القرآن وإن كان المؤلف الشيخ منناع القطان رحمه الله تعالى وغيره قد تكلموا عنها وذكروا بعض الأمور التي تتعلق بالإعجاز العلمي فأردت التنبيه على هذه القضايا التي تضبطها مع التنبيه أيها الإخوة الكرام على أهمية التأني في ربط آيات القرآن بالمكتشفات الحديثة حتى لا نقع في التفسير بالرأي المذموم أو أن نقول على الله سبحانه وتعالى بلعل يعني نستعدد بسرعة ما أورده الشيخ منناع القطان رحمه الله في هذا الموضوع تكلم عن الإعجاز في أنواع الإعجاز هذا هو كلامه عن الإعجاز طبعا تكلم كلام طويل أو فيه نوع من الطول عن قضية ما أخبر به القرآن من الحث وما حث عليه القرآن من النظر في السماوات والأرض والحث على التفكير والدعوة إلى النظر والتأمل هذه قضايا ذكرها وذكر الأدلة عليها وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم وذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى جعل علوم الفلك والنبات وطبقات الأرض من بواعث خشته ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والألعام واختلف ألوانه وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذا صحيح يعني ذكرت خشية العلماء لله في سياق الحديث عن علوم الفلك وما يتعلق به ثم قال وهكذا فإن عجاز القرآن العلمي في أنه يحط المسلمين على التفكير ويفتح لهم أبواب المعرفة ويدعوهم إلى ولوجها والتقدم فيها وقبول كل جديد راسخ من العلوم وفي القرآن مع هذا إشارات علمية سيقة مساق الهداية فالتلقيح في النبات ذاتي وخلطي والذاتي وما اشتبلت زهرته على عضوية التذكير والتأنيث والخلطي هو ما كان عضو التذكير فيه منفصلاً عن عضو التأنيث ذكر أمور تتعلق بعلم النبات كالنخيل فيكون التلقيح بالنقل ومن وسائل ذلك الرياح وجاء هذا في قول الله تعالى وأرسلنا الرياح على واقع هذه إشارات تضمنها القرآن الكريم وتكلم عن الأكسجين وأنه ضروري لتنفس الإنسان وأنه يقل في طبقات الجو العليا فكلما ارتفع الإنسان في أجواء السماء حسب يضيق الصدر وصعوبة التنفس والله تعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء وتكلم عن أشياء في هذا الصدد ثم قال تلك الإشارات العلمية ونظائرها في القرآن جاءت في سياق الهداية الإلهية للعقل البشري أن يبحث فيها ويتدبر إذن لابد من ربط هذه الأمور بهدف القرآن وأنه هداية الناس ثم تكلم نقل كلاماً جيداً عن سيد قطب رحمه الله في أن المسلمين ينبغوا أن يعلموا بأن القرآن كتاب هداية ولا أن يعني لا أن يتجه به إلى منحاً آخر لم ينزل لأجله فقال تعليقاً عن قول الله تعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيته للناس والحج اتجه الجواب إلى واقع حياتهم العملي لا إلى مجرد العلم النظري هذه قضية مهمة قال وحدثهم عن وظيفة الأهل في واقعهم وفي حياتهم ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال ثم قال إن القرآن جاء هذه قضية مهمة ينبغي التنبه لها لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية ولم يجئ ليكون كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طبي كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يلتمسوا مخالفاته لهذه العلوم إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله إن مجاله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية وإن وظيفته أن ينشئ تصورا عاما للوجود وارتباطه بخالقه ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه بربه وأن يقيم على أساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته ومن بينها طاقته العقلية التي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة وإطلاق المجال لها لتعمل بالبحث العلمي في الحدود المتاحة للإنسان وبالتجريب والتطبيق تصل إلى ما تصل إليه من نتائج ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال ثم قال وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة أما ما يصل إليه بحث الإنساني أي أن كانت الأدوات المتاحة له فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة وهي مقيدة بحدود التجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها فمن الخطأ المنهجي بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية وهي كل ما يصل إليه العلم البشري إلى آخر كلامي رحمه الله وهو كلام جيد ينبغي أن يتنبأ له كل الذين يعتنون بهذا النوع ويتكلمون عن ما يسمون بالإعجاز العلمي ويذكرون دلائل القرآن على المكتشفات الحديثة وإذا وجدوا آية تدل على شيء اكتشفه العلم طاروا بها فرحا وكأن القرآن يعني لا يثبت لنا صدقه إلا بهذه القضية لا طبعا ذكر كلاما مهما يحصل قراءته ورجوع إليه ثم قال وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا تحتوي أولا على خطأ منهجي أساسي كما أنها تنطوي على معاني ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم الأولى هي الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم أو الاستدلال له بالعلم على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه ونهائي في حقائقه والعلم لا يزال في موضوعه ينقض اليوم أثبته بالأمس فكل ما يصل إليه غير نهائي ولا مطلق لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته إلى آخر كلام ثم قال والثانية سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق بقدر ما تسمح طبيعة الإنسانية النسبية مع طبيعة هذا الوجود رموس الإلهي حتى لا يستطدم الإنسان بالكون من حوله بل يصادقه ويعرف بعض أسراره ويستخدم بعض نواميسه في خلافته ثم قال والثالثة هي التأويل المستمر مع التمحل والتكلف لنصوص القرآن كي نحملها وننهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر وكل يوم يجد فيه جديد فهذه قضايا مهمة نبأ عليها ونقلها المؤلف عن سيد قدر رحمه الله وهي جديرة بالانتباه لكن ما ذكرناه لكم سابقا هو خلاصة ما في هذا الموضوع أسأل الله لولكم التوفيق والسداد ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للصواب وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يعيدنا من أن نقول عليه ما لا نعلم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين